هنا في تركيا هنا نعيش الآن هنا أكثر من ثلاثة ملايين سوريا برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج أهوة تركية مواضعنا لهذا الأسبوع عن حملات ترحيل السوريين المخالفين بالولايات الحدودية والشروط الجديدة للحصول على إذن السفر إضافة إلى موضوع الزواج ما بين الأتراك والسوريين هل هو دليل على التقارب الاجتماعي والثقافي أم بسبب ظروف اللجوء؟ أما على الصعيد السياسي ما تأثير الإفراج عن القصة الأمريكي برينسون على علاقة واشنطن بأنقرة والليرة التركية؟ هاي الأسئلة وغيرها رح نتراها على ضيوفي بالستوديو بعض الفاصل لنقاش مواضيع حلقتنا برحب ضيوفي بالستوديو الأستاذ أسامة أسكدلي الصحفي السوري أهلا وسهلا فيك والأستاذ هند بوزو الصحفية السورية والأستاذ علاء الحسين ناشط حقوقي والصحفي السوري مرشد النايف أهلا وسهلا فيكم جميعا ترحيل المخالفين السوريين بالولايات الحدودية إلى الداخل السوري جرت حملات أمنية بهذه الولايات تبلش معك أستاذ مرشد يعني شو أسباب هاي الحملات هلأ بعد مرور سبع سنوات على وجود السوريين بتركيا يعني هاي الحملات غير مسبوقة في رأيي أن البعض يحاول ربط باجرة أخيرا في بعض الولايات التركية من جهة ترحيل السوريين وبين التحشيدات الروسية الأخيرة لتعبئة المؤسسات الدولية تجاه محور إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في تقدير الشخصي أن ما حصل تحديدا في ولاية أورفا مؤخرا كان عرضيا بمعنى كان طارئا ولم يأتي ضمن حملات أمنية تركية منظمة في المدن والولايات التي يتواجد فيها السوريون بكثرة حادث أورفا الأخيرة حادث الشجار المؤسفي التي حصلت بين السوريين وأتراك كانت السبب الرئيس في تكثيف تلك الحملات بس بخصوص هذه الحملات هي امتدت لغير ولايات البارحة سجلت حالات ترحيل برحانية يعني فيه كمان أيضا حملات تفتيش بغازي عنتاب فالموضوع ما عد منحسر فقط بأورفا ولذلك أقول أنها حملات طارئة بمعنى أورفا شهدت شجارا استدعى حملات تفتيش جديدة الريحانية المحاذية لإدلب تماما يعني التي يتغلب فيها عدد السوريين على الأتراك أيضا شهدت هذه الحملات الريحانية السبب المباشر لوجود حملة أمنية فيها هو وجود عدد كبير جدا جدا من السوريين يعني لنقول أكثر من 40 ألف سوري من أصل 100 ألف يعني شنف الريحانية لا يحملون كمالك يعني لا يحملون بطاقات اللجوء أو بطاقات الحماية المؤقتة هذا الأمر مع التداعيات لنقول الأمنية التي تجري في إدلب مع مخرجات سوتي تمام الأخيرة بين أردوغان وبوتين استدعت هذه الإجراءات أنا أقول أن وجود نحو 300 ألف لاجئ سوري في تركيا يحمل الحكومة التركية أعباء أمنية كبيرة حقيقة ولذلك ما نراه هو يعني مستجدات ليس إلا لا تأتي في سياقات عامة على سبيل المثال في إسطنبول ليس هناك حملات أمنية وفق ما أعلم في أنتاب حالية لا توجد حملات أمنية تطال السوريين هي تأتي في سياقات يفرض الأمر الواقع أنا هكذا يعني أفهم الأمر لكن البعض يحاول الربط كما يعني ذكر في المقدمة البعض يحاول بين ما يجري حاليا وبين الحملة الدولماسية الروسية لإعادة اللاجئين وإيهام المجتمع الدولي أو إيهام الرأي العام الدولي بأن حالة الاستعصاء السياسي في سوريا قد يعني فرج أستاذ علاء في عدد كبير من السوريين ما في إحصاءات دقيقة بس يعني معروف أنه في عدد كبير من السوريين ما قدر يحصل على كيملك يعني من فترات كثير بعض الولايات أوقفت اصدار الكيملك شو الحل له هدول الناس؟ من أجل موضوع الولايات التي أوقفت اصدار الكيملك يعني أغلبية الولايات إن كانت الحدودي أو المناطق الشمالية الولايات الشمالية أوقفت اصدار الكيملك نحن حاليا في عنا الولايات اللي شددت بإيقاف الكيملك بشكل تام فيه ولايات لعم تفتح الاصدار الكيملك بين الفينة والأخرى الولايات اللي أوقفت بشكل تام هي مدينة إسطنبول من شهر 11 عام 2017 لم يمنح أي كيملك بإسطنبول إلا بحالات محددة يعني تكون الحاجة لهم في المجتمع الإسطنبولي مثلا يعني طبيب بحاجة له عدد كبير من المرضى اختصاص نادر في حالات هناك تم إعادة منح الكيملك مرة أخرى أيضا غير إسطنبول في أنطاليا في غاز عمتاب في أنطاكا ولاية هاتاي بشكل عام والولايات كلهم متوقف فيهم إصدار الكيملك ولايات قليلة يتم حاليا منح الكيملك الأقرب لإسطنبول في مدينة أو في مدينة بورصا ولاية ساكاريا بعض الولايات مثلا كهرمان مرعش أيضا يتم إصدار الكيملك الأمر هو خصوصا بمدينة إسطنبول الضغط الكبير لوجود السوريين في مدينة إسطنبول يعني بإسطنبول متواجد فيها أكثر من 450 ألف نسمة يعني بشكل حوالي 3.2 من المجتمع الإسطنبولي منشوف بأورفا بشكله حوالي تقريبا 40% بولايات مثل أنطاكيا حوالي 25% بالتالي هناك ضغط كبير على فرص العمل منافسة للأتراك إن كان من ناحية الأجار من ناحية الأجار أجار البيوت أو من ناحية العمل الحل للسوريين حاليا أنه يعني هناك حالات تفتيش بالشوارع أنا بشخصي شاهدت أكثر من حالي يعني بتكون معاشي بالشارع بيجي البوليس مباشرة بيطلب منك لقامة أو كملك أو أي شيء بثبت شخصيتك أنت هون تحمي حالك أول نقطة أنه أن تقدم له أي شيء بثبت شخصيتك كسوري لأنه يستشبه فيك أنه أنت عم تحمل جنسية تانية أنت منتسب لأي منظمة بالتالي بدك أي شيء يثبت أنه سوري إن كان جواز سفر أو إخراج قيد مصدق من القنصلية ومصدق من القائم مقام النقطة الثانية يكون معك كملك النقطة الثالثة يكون معك إقامة سياحية نعم نحن بدنا نحكي عن الأشخاص الغير أو ما عم يتمكنوا من الحصول على كملك هؤلاء الأشخاص اللي نحن يعني منعتبرون أنه عم بيعيشوا أزمة هلأ بسبب هاي الحملات بس خلينا نشوف رأي السوريين بالحملات اللي عم تصيره ونرجع للنقاش أخي ما رأيك بترحيل السوريين المخالفين من تركيا اليوم الله يعطيك العافية أخي إحنا مع الحكومة التركية كنا إحنا مقيمين عندهم بحق لهم هن يطبقوا القوانين اللي هن بديمشوا فيها وأحنا كمان ضد أي مخالف بس كمان لو يفتحوا له المجال إن هن يطالعوا كمالك اللي دخلوا على تركيا بطرق غير مشروعة أو مشروعة المهم كمان هن يساعدون كحكومة بتطبيق يعطون كمالك بأي مجال أو يعطون فرصة وبعد هالفرصة يعطون إحنا من حي الرئيس أردوغان كونه هو يفتحنا مجال شهر شهرين لأول السنة يعطي مجالات يعطي هالمواطن اللي دخل وين بدي يروح يعني مصير وين بدي يروح إذا ما معه كملك وإحنا منتمنى من الأخو الأتراكي طبقوا يعطونا فترة زمنية كونه نستقبلونا وهن معروف ما رح ينتساب مدى الحياة طيب هل هناك إمكانية قانونية لدى السوريين لعدم المخالفة؟ هلق ما في مجال لو في مجال لهون ينعطى أحسن بالريحاني أو أقليم هاته هلق إذا بدي يروحوا على مرسين أو على بغير ولايات أصلا بدي يطلب إذن سفروا ما معهم بالتالي ما رح يقدروا يسافروا نتمنى من الحكومة تنظر بهالشعب اللي دخل وعم يستنى منه إن شاء الله الفرج من بعد رب العالمين طبعا ضد هالشيء لازم يعني من أتراك أنه يفتحوا أكتر من أماكن لتبصيم السوريين على الهويات هذا الشيء يعني يضر كثير بالسوريين نجيين مثلا من سوريا حديثا أو من غير دولة تركيا يعني يجب أن يفتحوا لهم أماكن لتبصيمهم على الهويات لأنه ما بيحسن يروح على أماكن الثاني غير تركيا تركيا أكتر سوريين موجودين فيها يعني كتير أمور بتخصي السيارات مثلا تزمنا فيها تدقول 99% لكنك طبقة 100% صعب حتى على التركي نفسه صعب لكن التركي يكونوا هنا يعني ابن الدولي يعني ما بيأخذوا معه كامل إجراءات مثل السوري نحن بيطبقوا عليك القوانين بحزافيرة يعني والله إذا كان فينه يطلع كملك وما عم يطلع كملك فبيطلعوه أحسن أنه يطلعوه يعني ليش ليش عم خالف يعني لازم يطلعوه يعني لازم يروح لأما يطلع كملك لأما يطلعوه هذا الصح يعني مثل ما شفنا أراء السوريين بخصوص المخالفات السؤال الأهم أنه هل فيه إمكانية أمام السوري اليوم أنه ما يخالف ست هند أنت بتشوفي هذا الموضوع عم يجي بإطار التضييق على حياة السوريين بتركيا لا لا أنا ما بشوفه هيك أنا بشوفه أنه هو إجراء قانوني بتتبع الحكومة التركية يمكن لحماية السوري وحماية أمن البلد هذا حقه الطبيعي أسامة الإعلام التركي كيف يتطرق لموضوع حالات ترحيل المخالفين السوريين هلأ أولا عملية الترحيل اللي عبدت مرتبطة بالحوادث نوعية الحوادث اللي عبدت تصير فكان بدي أعقب على كلام الأستاذ مرشد ويتقال أني مثلا ضمن الحملة الدبلوماسية بين السوري روسيا وتركيا هلأ الرئيس أردوان أعرب مراراً على أني يرغب في إعادة اللاجئين من يرغبون في العودة يعني ما في شيء إجباري تماماً عودة طوعية ولكن عمليات الترحيل اللي عبدت صير هي عمليات ترحيل مرتبطة بنوع حوادث عبدت أسر بالشارع التركي لنفترض حادثة أورفا لما صار في قتل طفلين صار في مظاهرات أو احتجاجات في الشارع التركي اضطرت الحكومة التركية تأخذ خطوة لتهدئة الشارع طبعاً اللي تم ترحيله ما إلهم علاقة لكن الآن نحن نحكي عن حالات ترحيل بسبب المخالفين يعني فقط بسبب الأوراق لهذا بدأ ينتقل للأستاذ مرشد حالات الترحيل اللي تم تسجيله هل هي فعلاً لأشخاص دخلوا حديثاً يعني دخلوا بطريقة غير شرعية للولايات الحدودية وكيف تم تمييزهم لأنه في عدد كبير من السوريين دخلوا لتركيا وصلوا لهم سنوات وما معن أوراق يعني رسمية من الحكومة في تقدير يوجد مثل هذه الحالات لكن أولاً أنا أود التعقيب على مطرح الأخ أسامة يعني أنا كنت أقصد في أنه حملة المؤسسات دونماسية الروسية أن البعض حاول الاستثمار فيها وحاول يثير هيك ويدب الذعر بين صفوه السوريين من خلال التخويف بحملات الترحيل طبعاً هناك الكثير من الحالات التي يعني يتم فيها ترحيل سوريين البعض من أننا سمعت عن حالات كثيرة تم إعادتهم إلى سوريا ميناء على شو عم يترحلوا هدول يعني شو الأسباب اللي عم تدعوا الحكومة التركية لترحل هيك أشخاص أفراد لأنه نحن سياسياً نحن يعني السوريين بيعرفوا تماماً أنه ترحيل على مبدأ سياسي فهذا يعني غير مقنع على الإطلاق لأنه فيه قرار اتخذ أن العودة مثل الأسامة العودة رح تكون طوعية فقط لكن اللي عم يصير أنه فيه في قصة كتير مهمة ما حدا لسه حدا حكى فيها أنه اللي عم يترحلوا هنه عم يترحلوا أفراد وليس عائلات إلا في حالة تأمين حماية للعائلات في حال صار مشاكل اجتماعية يعني عم يصير أكتر شيء عن حالات ترحيل بسبب مخالفات يعني أنه مخالفات ما يملكوا إقامة أو كيملك هنا هون بدي توجه بسؤال الأستاذ على في بعض الحالات سجلت لأشخاص ما ننحاملين كيملك أو إقامة وبناء عليها تم ترحيلهم هذا العدد الكبير من ما في إحصائية دقيقة يعني لأعداد السوريين اللي ما معن أوراق رسمية ومثل ما ذكرنا قبل أنه في ولايات أوقفت إصدار الكيملك كيف بدون يتصرفوا هلأ يعني حتى لو بدون يسافروا لولاية أخرى لو يطالعوا كيملك موضوع إذن السفر يعني شروط الجديدة للحصول على إذن السفر ممكن بس تضعنا بسورته أنا أعسفة جدا بس بدي حكي كلمتين أنه أغلب اللي عم يترحلوا عم يكون جرمون يعني هذون الكثير مهم منه نحكي فيهم التجار مخدرات واللي بيسببت تورطهم اللي بيسببت تورطهم بعلاقات مع النظام هاي مسألتين يعني ما في حدا عم بيسلط الضوء عليه أنا رحك عن موضوع لنا السفر وما بتوقفوا معي يعني أستاذ علاق بداية هل فعلا في أرقام رسمية عم توضح الحالات اللي بضوء عم يتم ترحيل السوري هل الحالات اللي بتم ترحيل السوري يعني إحنا أعطيك مثال صغير أنا ترحيل السوري بالفترة الأخيرة صلنا نسمع فيه وفي حالات ونزلنا عنا مقتطفات بسبب مخالفتهم لإذن السفر مخالفتهم لإذن السفر مخالفتهم لإذن السفر بالضب الانتقال من منطقة لمنطقة أنه ما بيحمل إذن السفر كان بالبداية بيعطوه تنبيه هلأ هون مكتار من السوريين عم يقولوا شغلي إذن السفر يعني إحنا لازم تحصل على إذن السفر لتنتقل من ولاية لولاية تانية تركية أنا بس رحط بزهن السوري اللي يشاهدنا الآن إذن السفر حتى في أتراك بيقولوا لك بمعنى أني أنا ما عندي أي مانع لحتى سافر هو بيكون موجود بغازي عن تاربي يعني فيه لما بيحطوا منع بالسفر لمواطن ما له علاقة بس أني للسوري يعني اليوم الحكومة التركية بتحط منع سفر لمواطن لأتراك نفسه لأتراك نفسه فهذه حماية بتتغذى الدول يعني تركي عنده بده إذن السفر لحتى يسافر طبعاً خاصة الموظفين والأمنيين والعشاكي بمعنى أني أنا ما عندي منع للسفر وهو موجود بالتركي بس في شملة اليوم أنا بس رحل السفر اليوم نتعب تقولي مخالفات طب ليش لا تخالف يعني اليوم في حصول على إذن السفر ليش ما بتحصل على إذن السفر السؤال السؤال الفكرة هي مو دفاع عن المخالفين السؤال السؤال هل فيه إمكانية للسوري اليوم أنه ما يخالف أستاذ علاء يعني أنت كناشط حقوقي ذكرت أنه في ولايات أغلقت موضوع من سنوات موضوع أنه تمنح كملك للسوريين وإقامات ممكن البعض بسبب وثائق الظروف اللي إجابوا فيها السوريين على تركيا ما كانت عملياً طبيعية هلأ شو الإمكانية أنا نفترض أنه فيه عدد كبير من السوريين الآن بدو يسوي وضع مشان يكون نظامي شو الطريقة؟ هلأ بالبداية هي الحكومة التركية ما أغلقت باب منح الكملك بشكل نهايي هي أوقفت بولايات مكتبة بالسوريين بشكل كبير جداً بإيقلك مشان العمالة مشان العدد كبير بين السوريين والأتراك لكن هي سهلت بولايات تانية هلأ كل العالم اللي عم تطلع الولايات التانية عم تطلع بسيارة لأنه عم تخاف كمان موضوع إذن السفر رجعنا على إذن السفر عقولته هلأ مهاج جعنا لمسألت أنه نحنا عم مضطر نخالف مثلاً؟ بالضبط يعني مضطرين مخالفة صغيرة لو أسوي أنا وضعي القانوني لو أسوي وضعي قانتي بس كمان أنا بحكي عن نقطة نحن كمان في نحن السوء يعني هذا الحق لا يترحلوا يترحلوا هذا حكينا وضعنا لأستاذ علق بصورة الشروط الجديدة لإذن السفر بالضبط أهم الشروط نحن نحن نحكي فيها وجود أقارب من الدرجة الأولى لازم نكون عندي أنا صورة الكملك أو الإقامة مثلا أنا شخص موجود بعينتاب ووالدي أو والدتي موجودين بإسطنبول لازم نكون عندي الإقامة أو الكملك التي تثبت هي موجود مكانه بإسطنبول هاي نقطة الأولى ابن خالي ابن عمي ما عم يعترفه فيها لأسف يعني النقطة الثانية وجود دعوة من المشفى أو سبب للعلاج بمشفى معين يعني للمناطق التي تذهب فيها النقطة الثالثة اللي هني للمنظمات المنظمات الأغلبية تم وجودة بغاز عنتاب أعطوهم تسهيلات بهالمجال هذا والنقطة الرابعة اللي بحكيها هي وجود عندك راندفو أو موعد بقنصلية بطلب منك غير الموعد والراندفو الكود ورقم التحقق مشان يتأكدوا فعلا أنه عندك أنت راندفو حقيقي هاي شروط الأربعة حاليا للأسف يعني كان أي حدا ممكن يقدم طلاب كان يعطوهم موافقة مباشرة حاليا في تجديد حتى بإسطنبول يعني أنا بعرف عدة أشخاص قدموا أول مرة وثاني مرة إجاء مع الرفض المرة التالتة قدموا يعني مدينة غاز عنتاب ابن السفر ما بطلب يوم أو اثنين فقط تأخذ ابن السفر أما بأنطاك أحيان تخيلي بيحتاج الموضوع لشهر كامل يعني مثلا أنا بعرف أحد الأشخاص أنه أخته بدأ تولد مدينة تانية تخيل بيكون يعني إجاء الموضوع واللسه بالضبط ولسه ابن السفر ما طلعين بس أنا حون بس بدي الفوت انتباع على شغلة منشوف الحالات اللي ذاكري أنه هي حالات كلها العلاقة بالحالات الإنسانية واللي أثر عليه أردوان بقمة طهران قال إن نحن نظرتنا للأزمة السورية هي مانا أزمة نظرة مصالح نحتم فيها في مصالحنا فقط إنما للحالات الإنسانية انتبع بيقلك إذا في حالة قرابة من الدرجة الأولى أو حالات مرضية أو إلى ما ونالك فمنشوف أني بالتعامل يعني نحن مشان اللاجئين ما نفهم الموضوع غلط لأني بالحالات الإنسانية الحكومة التركية في تسهيلات عا بتقدمها للمواطن ما في نحن بس بيترتب علينا أني نحن نكون شوية كقانونيين أكثر ونخلي أمورنا ضمن الإطار القانوني ما حتى الأمر القانوني يعني تركيا عم تراعي مسألة مسألة أمن الداخلي مهما مراعاة الحالة الإنسانية للاجئ السوري فإذا هي الحالة التوازن هاي يمكن ما بتردي كتيرين لكن بالمقابل فهي أنا شخصيا أنا بترديني يعني أنه هي ممكن تخفي في كتير عبء وتواجد ناس مندسسين نحن لازم نساعد تركيا دولة معرض للإرهاب الهجمات الإرهابية طبعا طبعا هي هي مستهدفة كتير حتى نحن يعتب علينا نحن السوريين يعني بعض الأشخاص في أشخاص كانوا بتركيا من 2014 و2015 وكان الزار الكملك متاح بكل الولايات وما طلعوا كملك فكرة أنه هذا الموضوع تم على مراحل بداية كانوا يعاملوا السوريين على أنهم ضيوف ملاجئين وما كان مطلوب منهم أي شيء بعدين فيما بعد صار مطلوب كملك فيما بعد صدرت جملة قوانين بين فترة وأخرى عم تصدر جملة قوانين جديدة لهيك بين حين وآخر السوريين بحاجة أنه يكونوا بصورة هاي القوانين بشكل قانوني خلونا بس الوقت انتهى المخصص لهي الفقرة بس كلمة واحدة بحدا سؤال أخير أنه اللي سمعته أنا من كذا مكتب قانوني أنه هذه المدينة إسطنبول بالذات جاي أو قادم إلى بعض الولايات كثير جاي عليها الحصول على كملك صح أو لا؟ هلأ والله هو الكلام للإستاذ حسين هرموش مدير الهجرة بإسطنبول قالت توقعوا بالفترة الجاي نهيا برغم هذا أملنا وحتى في صفحات كثيرة فتحة على الفيسبوك بس مشان جمع أكبر عدد أنه لمطالبة الحكومة بس هلأ كلامهم لحد الآن أنه ما فيه مشاهدينا بعض الفاصل حالات الزواج ما بين الأتراك والسوريين دليل على التقارب الثقافي والاجتماعي أم بسبب ظروف اللجوء؟ اشتركوا في القناة